عند كورونا كلنا عارفين ده وبنشوفه لكن تاني بقول هل بقينا زي الهند؟ لا ويا رب يحفظنا منوصلش لاي وضع يعني نتمنى لكل الدول ما يكونش عندها مشاكل ولكن كمان مش عايز كمان ناس تعمل بلبلة وخلاص القهاوي النهاردة في مئة ناصر نزين حملات على المقاهي يشيلوا بقى الشيش ويشيلوا الكراسة والناس اللي فارتين في الشوارع وحملة كبيرة وعايز زي يكون في كل مكان قدامك هو في مئة ناصر في عباس العقاد الناس بقى والإشغالات والحملات يعني فطار وقبل الفطار وبعد الفطار وناس شغالة هو انت النهاردة وضع الوباء ايه عندك كمان تاني وكل التحيل رجال الشرطة كل المسؤولين في كل أحياء مصر قادية بتكلمك على حي مئة ناصر اهو قدامك اهو لسه مشاهد كريم بعتها لي من شوية قال لي بص بيعملوا ايه حملات القامت النهاردة اهو بيعملوا حملات الناس هتأمل ايه ما لازم يبقى عندنا الحكاية دي كل واحد جوانا مننا يبقى خايف على النفس وخايف على أولاده وخايف على بيته فأرجوكو التوعية التوعية الحفاظ على وضعنا الحالي مش عايزين اكتر من كده مش عايزين نصل اكتر من كده كله احنا اجراءاتنا الاحتراع حتى لو خدت المص خدنا المص وهل خدت المص وسيب نفسي لا كمامة الكمامة ما بقعدش في حتى لو كمامة انا بكلمكم عن نفسي حاجة لوحيدة ببيتي وفي شغلة اهو بلبس كمامة قبل ما اطلع على الهوى كل شغل بي لازم كمامة لازم يحافظ عن نفسي وخدنا المص والمص يمنع يخفف شوي فاصل وعودة اشتركوا في القناة